السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى قصتنا الحادية أو قصتنا الواحدة والعشرين قلت الحادية عشرة لا خلاص نحن مضينا وها قد وصلنا إلى التسع القصص الأخيرة في هذا الشهر العشر الأواخر لا بد أن نشد الهمة لا بد أن نشد المئذر وأن نشمر وأن نقوم الليلة كله ما استطعنا الذي قصر في البداية وقصر في المنتصف لا يفوته الأخير لا يفوته العشر الأواخر لأن الذي في سباق قد يمشي هوين هوين يمشي شوي شوي لكن إذا وصل إلى نهاية السباق خرج كل طاقته فنحاول في العشر الأواخري هذه أن نكثر من العبادة وأن نشتهد لعلنا نخرج من هذا الشهر الفضيل وقد غفرت ذنوبنا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات وقد عتقت رقابنا من النيران وكتبنا من أهل الجنان أسأل الله أن يغفر لي ولكم والجميع المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله هذه قصة جميلة لا بد أن نتعلمها وأن نحرص وأن نخاف من أشياء نحن نقولها ونفعلها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين كانوا صديقين أصحاب أقوية لكن واحد منهم يصلي ويصوم ويعبد الله مشتهد في العبادة والآخر مذنب فجعله يقول العابد لهذا العاصي يا فلان أقصر يا فلان لم لا تقوم الليل يا فلان لم لا تصلي ما تشوف أنا كيف أنا أنا أصلي وأصوم وأفعل وأنت تفعل المعاصي والذنوب فيقول له هذا المذنب المقصر خلني وربي يعني اتركني وربي هذا المقصر صحي كان يفعل ذنوب لكنه في داخلي كان يعني في داخلي شيء بينه وبين الله كان فيه تواضع كان فيه انكسار لكن هذا العابد لا كان شايف حاله إن أنا عابد وزاهد حتى وجده يوما على ذنب استعظمه رآه مرة يفعل ذنبا فقال يا فلان أقصر اترك هذا الذنب فقال له المذنب هذا خلني وربي أبعدت علي رقيبا الله أرسلك لتراقبني أين ذهبت أين أتيت ماذا فعلت خلني وربي فغضب هذا العابد المفرض أنه يقول لا طيب أن تخبر أسأل الله أن يهديك وأن يغفر لك والله يهدينا وإياكم هذا الصح إنني أنصح الناس فإذا قبلوا النصيحة جزاهم الله خيرا ما قبلوا أقول خلص أسأل الله أن يغفر لي ولكم كل واحد أدرى بنفسه لكن صاحبنا هذا العابد الذي أخذه بالشدة والذي يعني غذب لما قال له الله لم يرسلك علي رقيبة قال والله لا يغفر الله لك أبدا الله لا يغفر لك طيب أنتش عرفك ما أدراك أن الله لا يغفر له لعله يتوب لعل الله يغفر له لعل الله عز وجل أحد يتألى على الأحد يتأمر على الله سبحانه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة كأن مفاتيح الجنة معك مفاتح الجنة مع الله وكم من مذنب ذنبه هذا أوصله للجنة وكم من طائع طاعته هذه أتصلته النار لما؟ لأن المذنب يذنب وينكسر ويبكي فالله يحب منه انكساره وذنبه ويدخله الجنة ولعل هذا الطائع من أجل الناس حتى يقول عنه أنه عابد وأنه زاهد وأنه مصلي وفي داخله كبر بالله عليكم هذا يدخل الجنة هذا عملك لك أنت تعمل للناس أنت تعمل أمام الناس لكن بينك وبين الله لا يوجد انكسار ولا مذلة ولا خوف منه سبحانه فقال لا يدخلك الله الجنة أبدا فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما أرسل إليهما ملكا الموت فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال الله عز وجل للمذنب ادخل الجنة برحمتي صح أنت كنت أعمل الذنوب والمعاصي لكن رحمتي وسعت كل شيء ادخلها برحمتي وأنت كنت تعلم أني غفور الرحيم وأني أقبل التوبة وقال للآخر متكبر الطائع العابد أتستطع أن تحذر على عبدي رحمتي هل تمنع رحمتي عن عبادي تقول لا أدخلك الجنة أبدا تقول لا يغفر الله لك فقال لا يا رب قال اذهبوا به إلى النار لكبره لغروره لأنه لم يكن مخلصا فنسأل الله أن يجعلنا مخلصين وأن يجعلنا ممن يعبده في السر ويخافه أكثر من العلن وأن لا نهتم بالعلن وأن لا نهتم ما يقوله الناس بنا بل نهتم بنظر الله إلينا وإذا رأينا مذنبا نقول أسأل الله أن يهديكم أسأل الله أن يغفر لكم أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن لا أقول لأحد أنت من أهل النار لا يجوز لي أن أقول لأحد أنت في الجنة أو أنت في النار الله عز وجل لم يعطي هذه الصلاحية لأحد وأنا أخبرتكم بقصة العجوز تبع موسى لما قالت يا نبي الله ادعو الله أن أكون معك موسى ما استطاع أن يدعو لها هكذا لأنه يعلم أن هذا الأمر بيد الله ليس بأمري أنا أنا نبي صح لكني لا أستطيع أن أدخل أي أحد للجنة ولا أدخل أي أحد للنار وهناك حديث عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث حديثا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان الله لا يغفر لفلان ما أدراك مزل عليك جبريل مزل عليك الوحي أخبرك أن الله لا يغفر لفلان وأن الله تعالى قال لما الله سمع هذا العبد يقول والله لا يغفر الله لفلان قال الله من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يحلف علي من ذا الذي يقول ماذا أفعل وماذا لا أفعل إني أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أنت تتألى على الله تحلف على الله تتأمر على الله سبحانه فانتبهوا لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنا نقول نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد وهذا المضنيب نسأل الله أن يغفر لنا وله أما أن نقول لفلان أنت ستدخل النار خاصة إذا كان مسلما عدده كافر قد نقول فلان كافر قد يدخل النار لكن حتى هذا الكافر يمكن يسلم ربما يسلم قبل موته يدخل الجنة فلا نقول لأحد أنه من أهل النار بعد أن مات خلاص إذا مات نقول فلان مات كافر فهو من أهل النار لأن الله قال أن الكافرين من أهل النار لكن أقول لشخص حي ومسلم لا هاني لأن تبه الكفار الموضوع أهون لكن قد يكون هذا الكافر أيضا يسلم لكن إذا مات لا بس إذا صار مات وصار كافر فنعم تقول هؤلاء ماتوا كفارا فيما يظهروا لنا فهو من أهل النار لأن الله قالها لم نقلها نحو واضح إلى معاني الكلمات ما معنى أقصر أي كف خلاص بطل وقف التألي هو الحلف واليمين أحبطه أي إحباط العمل معناه إبطاله وترك الجزاء عليه أنا لم أقبل لم يكن مخلصا لم يكن صالحا كان فيه كبر والله أغنى الأغنياء الله عز وجل لا يريد عملا فيه كبر أبدا ما الأهداف من هذه القصة؟ الهدف الأول بيان خطورة القول على الله بغير علم وأنه من أعظم الكبائر التي توبق عمل صاحبها أعظى القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر أنك تقول شيء الله عز وجل لم يعطيك به علما والله عز وجل لم يقول لك لم يقل أدران لم يقل لك قل هذا أو فعل هذا أنت تتكلم من تلقاء نفسك فهذا ذنب عظيم انتبه اثنين خطورة الحكم على الناس بالجنة والنار والله فلان طي بيدخل الجنة وفلان شرير سيدخل النار حتى إن كان مسلم الله بيدخلها النار ما أدرك من أخبرك؟ انتبه لا نحكم لا بجنة ولا بنار إلا ما أخبرنا الله عنه في القرآن ماذا يستفاد من هذه القصة الجميلة؟ أولا القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر التي توبق عمل صاحبها ومن ذلك دعوى هذا الرجل أن الله لا يغفر لفلان فالله لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء أراده ورحمته واسعة إذا أراد أن يغفر لفلان وإذا أراد أن يعذب فلانا عذبه من ذا الذي يمنعنا من الله أراد بنا عذابه؟ من ذا الذي يمنعنا من الله؟ من ذا الذي سيدافع عنا إن أراد الله أن يدخلنا النار؟ من ذا الذي سيحمينا من الله؟ إن قال لنا لم أقبل أعمالكم لن أغفر لكم هل سنقول لا يا رب هل نستطيع لا فعلى ما نتألى على الله وعلى ما ننظر إلى الناس بعين الكبر والغروض أي عبادة وصلنا لها لنظن أننا أصبحنا أولياء أصبحنا في الفردوس الأعلى ليس لنا إلا رحمة رب العالمين وليس لنا إلا مغفرة ورحمة التي واسعت كل شيء فنسأل الله أن يكتبها لنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا اثنين على المسلم أن يتوخى الحيطة والحذر في معاملته لربه تبارك وتعالى الله لا يتعامل معاملها كذا يلا يا رب ستغفر لي فلانو من أنت من أنت الأنبياء تبكي وتتذلل بين يدي ربها تخاف عمر بن الخطاب يقول لو نزلت صاعقة أظنها لا تنزل إلا على عمر ولو عندما كان يقرأ عندما يقول الله عز وجل النار تقول فهل من مزيد قال ويلي إذا كنت أنا المزيد ويلي إذا كنت أنا المزيد وهو عمر بن الخطاب يخاف على نفسه النار ونحن ندخل الناس النار وأنا سأسكن الجنة مصيبة فيقف موقف العبودية يعمل بطاعة الله ويأتمر بأمره ويصبر على دعوة الناس نصبر على الناس ونصبر على أداهم ونتحمل ما يقولون ولا نتسرع في الحكم عليهم بل نقول يغفر الله لنا ولكم ويتجاوز الله عنا وعنكم ثلاثة الخوف من سوء الخاتمة أن أخاف أن عملي لا يقبل أن أخاف أن أموت على عمل سيء أن أمل من العبادة أن أترك الصلاة أن أترك الاستقامة من سيردني إن لم يردني الله من سيحفظني إن لم يحفظني الله فأخاف على نفسي فقد دخل العابد النار ودخل العاصي الجنة فلابد أن تخاف على نفسك وأن تكون ذليلا لربك وفي الحديث دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن الله يغفر الذنوب من غير توبة إن شاء إذا شاء الله أن يدخل فلان الجنة دون أن يتوب أدخله إذا شاء أن يدخل عباده النار أدخلهم من ذا الذي يمنعهم لكن ربنا عدل رحيم لا يغلم ربك أحدا ومع ذلك لو أدخل الناس كلهم النار لم يكن لهم ظالمة سبحانه خمسة عندما تجزم أن النصيحة ستقود للعناد فالواجب عدم النص أنا نصحت فلان ورأيته يعاند ويصيح ويقول أنا سأفعل أنا كذا فلابد أن أقف كثير من الزوجات مثلا تقول لزوجها يلا افعل كذا يقول والله لا أفعل تأتي المرتينة تقول لا افعل كذا فقلها لا لا أفعل لا دخل لك فتستمر بنفس الطريقة بالنصح فقد تؤدي بزوجها إلى أن يضربها إلى أن يطلقها مثلا إلى أن تحدث مشكلة لا الداعية يكون حكيم أنا نصحته بهذه الطريقة عصب فأترك هذه الطريقة وأهدأ وأجلس يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ما أتكلم وبعدين ألمح تلميح أجيب طريقة مختلفة إذن يعرف أن أسلوب النصيحة المباشر سيؤدي إلى العناد ويؤدي إلى مشكلة أكبر لا ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بد أن أكون حكيمة في الدعوة إلى الله على الداعية إلى الله التحلي بالحلم والصبر دعوت أحدا يا فلانا لا يجوز لك أن تفعل ما دخلك ما دخلي أنا تقولين هذا الكلام لي وأنا أنصحك أنت أصلا ما تستحي وأنت قليلة أدب وأنت كذا وأنت كذا وأصبها وأغلط عليها فأقول لك ما لك يا فلانا قلت أنا أعلمها وهي ترد علي فأقول لك لحظة أنت داعية لا بد أن تصبري لا بد أن تتحملي لا بد أن تعرفي أن الناس ليسوا مثلك أنت يا من تنصح الناس لا بد أن تكوني أهدأ الناس وأحلم الناس وأصبر الناس على أذاهم حتى يكتب الله لك الأجور العظيمة والأجور الرفيعة ولا تكوني مثلك مثلهم إذا ما الفرق بينك وبينهم فلا بد للداعية أن يكون حليما صبورا لا كما فعل الرجل مع صاحبه وقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة هذا ليس داعية هذا ليس داعية هذا على طول حكم لفلان بالنار ولنفسه بالجنة وأخيرا التآخي من الأمور المحمودة التي حتى عليها الإسلام أن يكون الناس متحابين أن يدعو الناس لبعضهم أن يحاولوا نصح بعضهم بعضاء دون أن يكفروا بعضهم دون أن يدخلوا بعضهم الجنة وبعضهم النار بل يرد الأمر برمته إلى الله عز وجل ونذهب إلى أسئلة درسنا الجميل السؤال الأول ماذا قال الرجل المجتهد في العبادة لصاحبه؟ ماذا قال له؟ أو ما شاء الله عليك أن تسيغفر الله لك أو كذا أو ماذا قال له؟ ماذا قال الرجل المذنب للمجتهد؟ ماذا رد عليه؟ وأخيرا ماذا قال الله عز وجل للمجتهد في العبادة؟ كل هذا سترون الأسئلة موجودة في أسفل الدرس انتظروا إجاباتكم الجميلة وأراكم غدا في قصتنا الثانية والعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته